بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة ومتجددة وكنوز أطفالنا فرزات أجبادنا وكرة عيوننا أكيد أهم حاجة عندنا في الدنيا لو بس بيجي لهم شوية برد أو الفرنزا بيبقى نتجنن عليهم فما بدنا لو عندهم مشكلة زي الاستسقاء المخي وخاصة الوراثي عند الأطفال بتبقى مشكلة كبيرة جدا أن كل أمم حيروها في طرق العلاج المختلفة إيه يا ترى العوامل اللي تساعد على نجاح العملية الخاصة بالمشكلة دي مشكلة الاستسقاء المخي الوراثي عند الأطفال ده بحث النهاردة هنتكلم عنه تناول هذه القضية العوامل بشكل مفصل هنتكلم عنها بأكثر تفصيلا تبعونا كل الأمهات اللي عندهم المشكلة دي هكون معينا ضفنا العزيز اللي شرفنا ونهارنا في الاستوديو هيفيدنا بكل التفاصيل الخاصة بهذا البحث دكتور ناصر مسعد أستاذ جراحة المخ والأعصاب اسمحوا لنا أنرحب لي أهلا بيك يا دكتور أهلا بحضرتك وأهلا بالسعادة المشاهدين منعونا مشرفنا يا دكتور كالعادة وموضوعنا النهاردة موضوع يعني بيخص الأطفال اللي هم يعني رمز البراءة بتأكيد مشكلة الاستسقاء المخي دي دي دكتور لو حبينا نعرفها أو نرسل ملاماحها في بداية الحلقة نقول عنها إيه هو الحقيقة دي مشكلة يعني كبيرة جدا ومحيرة إلى هذا الوقت والمفروض أن نحن نتحرى في منع العوامل اللي بتؤدي إلى الاستسقاء المخي الوراسي في الأطفال والاستسقاء المخي الوراسي في الأطفال ده علشان نهتم به يبقى لازم نهتم بالأم الحامل علشان تنجب طفل صحيح واهتمامنا بيبدأ من بدل شوية قبل الحمل يعني الفترة اللي هي بتسبق الحمل مباشرة ليه لأن أول ما السيدة بتعرف أن هي حامل بيبقى الجنين تكون وبقى عنده تقريبا شهر من العمر والمشكلة حصلت بالفعل ففي عوامل الحقيقة يجب أن نلتفت إليها ونهتم بيها في الفترة زي أي دكتوري زي أي أولا من قبل الحمل اللي هي قبل الحمل باشرة اللي هو وإحنا مش عايزين نقول قبل الحمل عايزين نقول لكل سيدة مقبلة على الزواج مقبلة على الزواج أو هي تقدر تنجب أو تقدر في الفترة دي تبقى حامل يبقى لازم تلتفت إلى الكلام اللي احنا هنقوله أو الكلام المهم جدا لمنع حدوث الأمراض أو العوامل الوراسية اللي بتؤدي إلى طفل معوق أو طفل في مشكلة من أهمها أنها تهتم بأنها تاخد فوليك أسد أو اللي هو النوع معين من أنواع الفيتامينات وده ثبت أنه هو بيساعد على الإقلال أو تلافي الأمراض الوراسية في الجهاز العصبي للأطفال هل معنا نحنا بنتكلم عن السقاء وراسي موخي عند الأطفال يعني شرط أن تكون حد عنده في العيلة رايب الطفل أو حد كان عنده المشكلة دي بالتأكيد العوامل الوراسي عوامل كتير قوي من ضمنها العوامل الجينية اللي هي بتتوارس من خلال العائلات وده ببقى فيه عيب جيني وفيه عوامل تانية اللي هي العوامل المكتسبة أو العوامل اللي احنا نقدر أن يلافيها أول عامل اللي هو نقص الفوليك أسد ونحن نقول أنه يتاخذ العوامل التانية الأدوية اللي السيدة بتتعطاها لأمراض مختلفة وأماها الأمراض الرومتازمية أو الأمراض اللي بتضطر أنها تاخد فيها أدوية معروفة أنها بتسبب مشاكله في تكوين الجنين وده لابد أنه يراجع مع الطبيب اللي بيوصف هذه الأدوية أو بيستشار الطبيب المختص في الأعصاب بالنسبة للأدوية دي الحاجة التانية الاهتمام بنوعية الأكل فيه طبعا فيه أكل يعني ما يصحش أنه يتاخد وده موضوع كبير قوي الحقيقة والتطرق دي يعني محتاج تفاصيل كبيرة عايز له حلقة الواحد بالتأكيد وطبع علشان نعرف أنواع الطعام أو أنواع الأكل إزاي هو المناسب أو الأكل يعني اللي بنلافي بي المشاكل الموجودة الحاجة التانية الحقيقة التعرض للإشعاعات سواء كان إشعاع إكس رايل عادية خالص ويجب أن نلتفت إليه ويجب أن نتلافيه بشكل بسيط جدا دي من أن أدر نور من أبرز وأهم العوامل ممكن تجيب أطفال عندهم استسقاء مخي وراسي ده كلام صحيح ده كلام صحيح المشكلة يا دكتور أنه بعد ما بيجي الطفل وخلاص اكتشفنا أنه عنده هذه المشكلة يعني بيتامل التعامل إزاي؟ أنا أدر أشخاصه إزاي؟ أعرف منين السبب أنهي الجبل المشكلة دي؟ هو الحقيقة ده كلام صحيح ومهم وتشخيص الاستسقاء المخي في الأطفال بيبتدي من الجنين وهو في بطن الأم ماذا؟ وبيشخص بعد الشهر الرابع أو يعني في بداية الشهر الرابع وإحنا طلعين يعني الشهر الرابع والخامس والسادس بالتأكيد ببعرفين إحنا أن الطفل ده عنده مشكلة الاستسقاء المخي طب بما أننا قلنا أن تشخيص ممكن يبقى أثناء الحمل هل أيضا العلاج يبقى أثناء الحمل في محاولات طبعا في محاولات للعلاج أثناء الحمل ونجاحها مش كبير قوي لكن في محاولات موجودة وأعتقد أنها وربط في مصر بس يعني النسبة النجاح فيها مش عالي قوي تمام جميل جدا بعرف أن في طفل عنده صدقاء عنده مشكلة بيتم الولادة هنا يا دكتور وابتدي أتعامل معه إزاي أتصرف إزاي عشان ألحقه أو أعالبه هو الحقيقة لطفل المولود باستسقاء في المخ بيبقى ظاهر عليه تماما أن حجم رأسه كبيرة أو الراس بتكبر بسرعة جدا بطريقة غير طبيعية فاللحظات دي بنتطر أن احنا نستشير دكتور جراحة مخو عصاب وفي أغلب الأحيان التدخل المبكر هو بيبقى حل للمشكلة دي تدخل جراحي على طول نوعية الجراحة وإيه العوامل اللي هو عنوان بحثنا بقى النهاردة عشان تساعد على نجاح العملية دي الخاصة بالإستسقاء أول حقيقة أنواع الجراحة هو نوعين أساسيين بنجري بيه الجراحات دي النوع الأول وهو النوع الأديم النوع اللي بتستخدم من فترات طويلة وهو تركيب جهاز لتحويل مجرس سائر النخاعي من المخ إلى البط وهو ده جهاز بسيط جدا وهو عبارة عن خرطيم بلاستيكية من نوع خاص بتتركب في المخ بتمر على سمام على أساس أنه يضبط الضغط المياه اللي نازلة من المخ إلى البط وبنوصله في داخل التجويف البطني لكن حجم المخ ليس بنا ده نتحكم بقى قوص دي حجم الجمع أول ما الجهاز ده بيركب حجم الراس بيقل جدي دكتور جميل نعم حجم الراس بيرجع تاني بيقل إلى الحجم الطبيعي مساعد كمان لما الأجهزة دي بتشتغل يعني أكتر مما يجب الحجم الراس بيبقى أصغر من الطبيعي في بعض الأحيان شيء مفرح وأعتقد يا دول التفاول لكل أمة يعني وعندها تصل بهذا الشكل النوع التاني من التدخل الجراحي هو التدخل الجراحي عن طريق المنظر الجراحي بنستخدم المنظر الحقيقة في أن نفتح فتحات معينة في أغشية في قاع المخ على أساس أن نوصل بها السائل النخاعدة إلى الأماكن امتصاصه بسهولة ولكن استخدام المنظر الجراحي إلى هذا الوقت في السن السغير له مشاكل كتير ونسبة نجاحه بتتراح بين مثلا 20 إلى 30% مش أكتر بالمقارنة للجهاز اللي بتركب هل في عوامل نجاح العمليات دي بتعتمد على كل الناس بتعتمد على وعي الأم إزايها تتعامل مع البيبي بعد العملية بتتعلق أو بتعتمد على كفاءة البيبي الصغير هل هو الحالة العامة بتاعته حالة قويسة جسمه في وزن قويس ما عنده مشاكل أخرى ما عنده مشاكل ورسية تانية ما عنده مشاكل في البطن ما عنده مشاكل في الوزن بتتعلق بالجراح طبعا بالتأكيد هو هيركب الجهاز مظبوط قال لي مش هيركبه مظبوط هيركبه في أنهي مكان هاختياره لنوع الجهاز نفسه ده بالتأكيد دي من العوامل المهمة جدا اللي بتساعد على نجاح العملية بتتعلق بالفترة اللي بعد العملية هل الطفل البسيط الصغير جدا ده في بعد العملية أخذ العناية المفروض أن هو يأخذها بالطريقة اللي المفروضة أن هي تاخذ ولا لأ ففي العوامل دي كلها أنا في رأيي أن هي بتشترك بنفس الهمية في نجاح العملية والنكان نفسه وإمكانياته ولمستشفى بتأكيد هتساهم بشكل كبير جدا في نجاح العملية إذاً ده بيختلف من طفل الآخر بنلاقي من نفس العملية ممكن تنجحشه مع طفل وتنجح مع تي بسبب هذه العوامل اللي بنحاول نحن زي ما قلنا ننتبه ليها بشكل جيد عشان تنجح عملية الأسسقاء المخي عند الأطفال نجاحها إن أنا أزيل الأسسقاء بشكل جيد بشكر ضيفي العزيز اللي شرفني ونعني في الستوديو دكتور ناصر مسعد أستاذ جراحة المخ والأعصاب شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم شكرا لحضرتكم مشاهدينا الكرام بكده انتهيت حلقتنا النهاردة البحثة لتناول العوامل اللي بتساعد على نجاح مثل هذه العمليات يارب تكونوا استفدتوا يارب كل أمة عندها المشكلة دي تكون بقى عندها أمل وتفاعل تجاه طفلها اللي إن شاء الله هيشفى وهيرجع بشكل طبيعي إلقاكم في اللقاء جديد وكنوز أستودعكم عنية الله وأمنه